بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وليتحدثين عن احتلال البريطاني لمصر وكنت قد ذكرت حلقتين سابقتين في قضية التغريب اليوم أختم بحلقة أخيرة ثالثة وهي الحلقة الخامسة والخمسون التي يظهر فيها آثار هذا التغريب في مصر وأنه فعلا استجاب رجال مهمون في مصر لقضية التغريب هذه وانتهوا في النهاية أن الإسلام لا يمثل عندهم منهج حياة أنا لا أريد أن أكفر أحدا هذا ليس قضية تكفير أنا فقط أريد أن أقول إن الإسلام لا يمثل عند الرجال هؤلاء منهج حياة إطلاقا لا في قضايا الأدب ولا في قضايا الاجتماع ولا في قضايا السلوك الشخصي ولا في قضايا التشريع ولا في قضايا الحكم ولا في أي قضية أخرى اللهم إلا إن قلنا في قضية التعبد الذاتي والله أعلم بهذا ليس إلي علاقة بها فمن أخطر الأشخاص الذين ظهروا أحمد لطف السيد أحمد لطف السيد قيل عنه أن أستاذ الجيل وأنه أستاذ عظيم وأن أخذوا هذه كلمة أستاذ الجيل فأستاذ الجيل كلمة خطيرة وخطيرة جدا كيف هذا أستاذ الجيل اسمعوا ماذا صنع طبعا هذا الرجل يعني كان من حزب الأمة حزب الإنجليز وكان له منصب مرموق في كل مدد السياسة المصرية بعد ذلك وكان بعض الأحيان هو الذي خاطب الإنجليز في مصر وكان عضوا في حزب الأمة وسكرتيرا له وهذا الحزب حزب الإنجليز الذي دخل فيه سعد زغلول وأحمد لطف السيد ومجموعة وكانوا ضد مصطفى كامل الحزب الوطني وضد محمد فريد كما معه معلوم وذكر ذلك قبل هذا وأحمد لطف السيد بعد ذلك في الجامعة المصرية وقضية قضية طويلة لكن اسمعوا يعني هو أولا في قضايا عديدة أولا دعا إلى قصر التعليم على أبناء الأعيان باعتبارنا وحدهم هم الذين ستولون الحكم وعدم تحت فرصة الباقي أفراد الشعب هذا يقولون عنه أستاذ الجيل تصدى له مصطفى كامل وفند آراءه في هذه القضية لأن هذه قضية الإنجليز هذه قضية كرومر فكان هو يعني يردد أقوال كرومر باختصار شديد يريد أن يجهل الشعب المصري يريد أن يبقي الشعب المصري في أمية غارقة فقط أبناء الطبقة العليا هم الذين يتعلمون الدعوة العامية هذه من أسوأ ما قام به أحمد وطف السيد ويبين بوضوح مدى خطر هؤلاء الأشخاص هناك مهندس ري في مصر اسمه ويل كوكس ويل كوكس هذا دعا إلى استعمال العامية استعمال العامية عوضا عن الفصحة في التخاطب بين المصريين وفي كتابة الجرائد والمجلات والقصص والكتب المنهجية وكل شيء ويل كوكس وكان يدعو إلى اجتماعات ظاهر وبريء أن يريد أن يحقق الخير للمصريين ويريد أن يرفع شأن المصريين وأن يجعل المصريين يرتقون في سلم الحضارة ويساهموا إلى كلام فارغ في كلام فارغ المقصود وتحطيم لغة القرآن وفصم العراء بين الشعب المصري وبين اللغة العربية الصحيحة وللأسف الشديد سار في هذا التيار الذي سار قبله مولار ويل كوكس وأبرز ما دعا إليه هو تسكين أواخر الكلمات العراب ليس ضروريا يعني تسكين أواخر الكلمات وإحياء الكلمات العامية ويدخالها في صلب الفصحة والنزول بالفصحة إلى مستوى اللغة العامية في التخاطب وكانت وجهته تقول بتمصير العربية تمصير إلى مصر يعني تمصير العربية بإحياء العامية رد عليه مجموعة الرافعي رحمه الله مصطف صادق الرافع عبد الرمحان البرقوقي مجموعة من الصالحين ردوا عليه أيضا من أخطر ما قام به هذا الرجل مقاومة وعندما أقول هذا الرجل أضربه مثالا لا على أنه فرد لا قيمة له في المجتمع المصري لا فرد مؤثر له أتباع وكون ما يشبه بالنظريات في مصر التي قام عليها ومن الدفاع عنها مجموعة كبيرة في المصر بعد ذلك وأثناء حياته وبعد مماته وإلى اليوم إلى اليوم هذه النظريات أحمد وطف السيد تكرر وتدعم في المجتمع المصري يعني ليست قضية قضية أن عاش مدة ثم توفي وانتهى أمره وأنا اليوم أصدع إخواني وأخواتي بذكر تاريخ هذا الرجل لا 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 القضية تستكى ذلك أبدا قضية أن هذه نظريات دعا إليها في حياته وتبناها وتبناها مجموعة معه حتى أصبحت من المسلمات بعد ذلك في المجتمع المصري كثير منها أصبح من المسلمات في المجتمع المصري مقاومة تضامن العربي الإسلامي يعني لما غزت إيطاليا ليبيا قام في مصر مجموعات تطالب الاكتتاب للشعب الليبي مجموعات تطالب الجهاد مع الشعب الليبي مجموعات تطالب بإيصال معونات الشعب الليبي كان يستازع بهذا ويقول ما لنا وما للشعب الليبي نحن وما لنا وما للسياسة هذه الإسلامية العامة دعونا لمصر فقط مصر للمصريين واتهى الأمر والمصريون لمصر ما هناك داعي لنا نتدخل في هذه القضايا طبعا ويهدم بذلك أخوة الإسلام التي قام عليها الإسلام كله قام على العقيدة ثم على الأخوة فإذا هدم الأخوة طبعا قضية العقيدة أصلا كان زائغا فماذا بقي بعد ذلك هذه مشكلة خطيرة ويقول لماذا نظن بأموالنا أنتوا بعثر في سبيل أمر لا يفيد بلادنا اسمعوا كيف يعني هؤلاء شياطين صلى الله العافية طيب حتى أن محمد حسين هيكل الغربي في تفكيره واتجاهه قبل أن يهديه الله تعالى ويتجه إلى الإسلام ويحج بيت الله الحرام في قصة رائعة جدا وألف كتابه في منزل وحي هو كتاب مستدر لشؤون العين وكتاب كله عواطف رائعة أنصح إخواني وخاتي بقراءته رد على أحمد وطف السيد يعني ما قبل هذه الدعوة وعدها طعنا جارحا طعنا جارحا أيد وجهات النظر البريطانية فإن تملك الجاليات الأجنبية في مصر أن تتملك الأراضي والدور ويكوننا الحق في السيطرة على المصارف وعلى التجارة وعلى بأس بذلك يعني أقل ما يقال في نظرياته التي دعا إليها أنها مشبوهة مشبوهة وأنها فاسدة وأنها تساعد الاحتلال وبقاء الاحتلال في مصر وأنها ترديد لما كان يقوله كرومر من قبل هنا الداهية الدهياء مجد كرومر تمجيدا عجيبا والذي أذل المصريين مدة ربع قرن طيب فسحق كرامة البلاد واقتصب ثرواتها خرج لما خرج قال اسمعوا أمامنا الآن رجل من أعظم عظماء الرجال تصوروا أن يقول مصري عن محتله الذي أدار السياسة الاحتلال خمسة وعشرين سنة في مصر وأتى بأسوأ الآثار على البلاد المصرية يقول عنه أمامنا الآن رجل من أعظم عظماء الرجال ماذا تقولون بالله في هذا الكلام ويندر أن نجد في تاريخ عصرنا ندا له يضارعه في عظائم الأعمال عد ما صنع في مصر من السوء والباطل عظائم الأعمال هو اللورد كرومر وقال لو بقي اللورد كرومر عاما واحدا في منصبه لعيد عيده الذهبي في خدمة دولته لأنه بقي أربع وعشرين سنة وشيئا فما قضى خمسة وعشرين سنة فانظروا لهذا الباطل وكرومر هذا طبع نشر هذا أحمد وطف السيد نشر في جريدة له صحيفة كان اسمها الجريدة لسان حال الإنجليز والحزب الأمة فنشر هذا في الجريدة في اليوم الذي غادر فيه كرومر مصر وهو يسب المصريين ويستهزئ بهم في الأوبرا عندما اجتمع به المصريون وكرموه للأسف الشديد رجال حزب الأمة وسعد زغلول وجماعة هذه وأحمد وطف السيد كرموه للأسف الشديد في تكريم مذل ومهين أيضا رسم في الجريدة يعني الصحيفة له اسمها الجريدة من 1908-1914 ست سنوات وهو مسؤول عنها رسم منهجا للحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية يقوم على التبعية التامة العامة للنفوذ الأجنبي والاحتلال البريطاني والفكر الغربي في مصر تحت عبارة ماكرة خادعة هي مصر للمصريين عبارة ماكرة وقاوم بهذا الاتجاه الأصيل الذي كان يحمل لواءه المصطفى كامل ومحمد فريد ومجموعة من مشايخ الأزهر والعلماء للأسف الشديد سابعا تبين ترجم تراجم ونشرها في الجريدة تراجم سيئة لكن هو ادعنا وترجمها لم يترجمها هو لكن للأسف يعني هذه التراجم لم تعد على المصريين بخير وما فادت المصريين في دنياهم ولا في أخراهم مع أنه كان يدعو إلى الحرية وإلى الاستقلال لكن كل الوزارات التي شارك فيها بعد ذلك كانت وزارات انقلاب ضد الدستور وضد الدستور وضد البرلمان وضد الحريات العامة يقول أستاذ فاروق عبدالقادر إن الباحثة في حياة لطف السيد ليس بوسعي أن يتجاهل هذا التناقض كيف للرجل الذي كتب مطالبا بالدستور مدافع عن الحرية أن يشترك في وزارات عبثت بالدستور وصادرة الحرية كيف يشترك في وزارات طابعها الإرهاب والسطوع للحريات أجواب عندي أن هذا رجل ليس بصاحب مبادئ سهل جدا هذا ليس بصاحب مبدأ إنسان إذا لم يكن صاحب مبدأ يسهل السيطرة عليه وتوجيهه كيفما شاء أصحاب القرار وأصحاب السيطرة في مصر أيضا حزب الأمة الذي أنشأه أحمد لطف السيد كان بإجماع الأراء صناعة بريطانية أراد بها اللورد كوروم لأنه يواجه الحركة الوطنية في مصر طيب هذا إذن اللورد أحمد لطف السيد يعني هو أحد صنائع اللورد كورومر في مصر وأحد تلاميذ اللورد كورومر في مصر وانتحسل طويلا على رحيل اللورد كورومر حزب الأمة كان في مجموعة من قيادات المصرية ما أريد الآن أن أضيع الوقت بذكرها لكن استطاع لطف السيد في الحقيقة أن يؤسس ويرسي مفاهيم الأقليمية المصرية الضيقة التي تكره العرب وتكره المسلمين يعني تكره التقارب مع العرب وتكره التقارب مع المسلمين وتعارض كل صلة بهم وتكره الاتصال بالفكر الإسلامي صور هذا المعنى مستشرق غربي غربي هو ألبرت حراني حين قال عن نطفي السيد كان يرى أن بريطانيا قوية وأن لها مصالح جوهرية في مصر وأن هي نفسها قد أعلنت عن بقائها في مصر إلى أن تصبح مصر قادرة على حماية المصالح وإذا لا يمكن إخراجها بالقوة وطبعا قال كلاما يتهم يقول كان أحمد نطفي السيد يتهم مصطفى كامل ومحمد فريد أنهم كانوا فيهم خبال بدعوتهم إلى الحركة الوطنية ونشرهم عن أخبار العالم الإسلامي وأنهم فيهم تبعية للدولة العثمانية وما أحل التبعية يا إخوة للدولة العثمانية ولا أن أطبع بريطانيا وكون ذيلا للمحتل الأجنبي وبيّن تماما ألبرت حراني الكلام الذي قلناه عن أحمد لطفي السيد وسأتي إن شاء الله بعد الفاصل بأيضا بشوهد أخرى عن رجال التغريب في مصر آنذاك فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى يا أخوة الأخوات كنت أحدث عن لطفي السيد وتغريبه واتجاه الخطير في مصر أختم بقول لطفي السيد يقول إنني لست ممن يتشبث بوجوب تعليم دين بعينه تصوروا أو قاعدة أخلاقية بعينها وهذا كلام أحمد طفي السيد وهو يقول في بلاد الإسلامية أيضا سعد زغلول للأسف الشديد أن يقول هذا بعض الناس يعني ما يريد أي نقد لسعد زغلول هذا كلام غير صحيح هذا التاريخ يا أخوة حتى نعرف من تولى السياسة المصرية وكيف كان يعمل وكيف كان يصنع قال في مذكراتي سعد زغلول أن ما يريد أن تحدث عن سعد زغلول في حياتي الشخصية لما أحبذ هذا ولكن أكتفي بالقول حياة شخصية لم تكن تعبر عن الإسلام بحال لكني أقول عن الحياة العامة هذا الذي أركز عليه قال لما تلقوا خبر عزل كرومر اسمع ماذا قال سعد زغلول قال أنا في مذكراتي يقول أنا كنت كمن تقع ضربة شديدة على رأسه أو كمن وخز بآلة حادة فلم يعد يشعر بألمها لشدة هولها وكتب في موضع آخر يقول قد امتلأت رأسي أوهاما وقلبي خفقانا وصدري ضيقا وسعد كان في مقدمة الداعين لإقامة حفل التوديع لللورد كرومر وكتب في مذكراته يعلن ضيقه بالذين انتقدوا كرومر عقب عزله وقال إن صفاته قد اتفق الكل على كمالها تصوروا يا إخوة هذا الذي يقول هذا الكلام عن كرومر من كرومر كرومر يقول الدين الإسلام دين مناف للمدنية ولم يكن صالحا إلا للبيئة والزمان الذين وجد فيهما كرومر يقول إن المسلمين لا يمكنهم أن يرتقوا في سلم الحضارة وتمدن إلا بعد أن يتركوا دينهم وينبذ القرآن وآمره ظهريا لأن القرآن يأمرهم بالخمول والتعصب ويبث فيهم روح البغض لمن يخالفهم وحب الانتقام وإن المانع الأعظم والعقبة الكأود في سبيل رقي الأمة هو القرآن والإسلام تصور هذا كلام كرومر الذي يمجده سعد زغلول هذا التمجيد ويمجده أحمد لطف السيد هذا التمجيد ثم يقول كرومر إن الإسلام يناقض مدنية هذا العصر ويطعن في شريعة الإسلام وسياساته وتعامله ويهاجم القرآن ويقول إنه ينافل عمران ويهاجم الإسلام وكرومر في كتابه مصر الحديثة هاجم الإسلام ودعا إلى احتقار العرب والمسلمين وكراهية الشرق وأن الرجل الأبيض أن يؤمن إن بغي المصريين أن يؤمنوا بأن الرجل الأبيض له حق تمدينهم تمدينهم أي جعلهم مدنيين هذا كرومر هو الذي يمدح سعد زغلول هذا المتح وأحمد لطف السيد هذا المتح حتى نعرف إلى أي مدى وصل التغريب في مصر آنذاك وإن الله وإن إليه راجعون طبعا يأتي كاتب آخر نسأل الله العافية اسمه سلامة موسى أحد المصريين الأقباط ويقول نحن الآن نجد أنفسنا مترددين بين الشرق والغرب لنا حكومة منظمة على الأساليب الأوروبية ولكن في وسط الحكومة أجسام شرقية مثل وزارة المأوقاف والمحاكم الشرعية تؤخر تقدم البلاد اسمعوا لنا جامعة تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدين لكن جامعة الأزهر تقف إلى جانبها تبث بيننا ثقافة القرون المظلمة أي الإسلام يسميها ثقافة القرون المظلمة لنا أفندية قد تفرنجوا لهم بيوت نظيفة ويقرؤون كتبا سليمة لكن لجانبهم شيوخ لا يزالون يلبسون الجبب الجبب الجمع جبب يعني الجبب والقفاطين ويتوضعون على قوارع الطرق ولا يزالون يسمون الأقباط واليهود كفارا كما كان يسميه عمر بن الخطاب قبل 1300 سنة انظروا الاستهزاء و يقول عجب أن يقول هذا في وسط مصر وأن يسكت المصريون على قوله هذا قال إذا كانت الرابطة وهذا يقوله في كتب ومقالات في الجرائد يعني ما يقوله في مجال السرية يقول إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة يعني إذا رابطة المصريين بالشرق سخافة يقول لأن تقوم على أصل كاذب فإن الرابطة الدينية وقاحة فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا تصوروا هذا الكلام يقوله رجل في مصر آنذاك إنا الله وإنا إليه راجعون طبعا كل هذا التغريب يساعده دور خمر ودور قمار ودور بغاء ومرخصة وغير مرخصة ودور له كبيرة ويساعد وجود عدد كبير من قطيع قطيع ضخم من الأوروبيين من مختلف الأجناس والملل والبلدان موجودين في مصر وطبعا كل هذا يؤثر في البنية المصرية واجعلها تغرب أكثر فأكثر أيضا بعد الحرب العالمية الأولى مئات الألوف من الفلاحين الذين أخذوا أخذ مليون ومئتا ألف شاب مصري تصوروا من الفلاحين وغيرهم أخذوا لخدمة مصالح بريطانيا وذكرت هذا من قبل في الحرب العالمية الأولى في عمل السكك الحديد في سيناء في تعبيد الطرق في الشام في حروب إنجلترا في أوروبا أخذ مليون ومئتا ألف هلك منهم عشرات الألوف عاد مئات الألوف وقد فقدوا كثيرا من سماحة الريف ينقلون إلى رفاق مغرائب الأخبار والعادات وأمراضا خبيثة إلى أهليهم تبقى آثارها مدة طويلة أيضا نزح كثير من الفلاحين إلى المدن ابتلعتهم مصانعها وطبعتهم بطابع آخر غير طابع الفلاح المعروف بالسماحة واليسر والسهولة وأخذ الفلاحون يعني بعضهم أو عدد كبير منهم يتلفون شبابهم في الخمر والميسر وانتهكت حرمة التقاليد الدينية والاجتماعية وظهرت عدة قصائد شعرية في هذا النحو تنعي على المجتمع المصري تغربه آنذاك وخفتت صوت الأحزاب الإسلامية بعد سقوط الخلافة مظهر الحزب إسلامي قوي إلى أن ظهر الإخوان بعد ذلك في الثلاثينات وما بعدها لكن نتحدث لمدة يعني إلى الف ستعمية وثلاثين الصوت الإسلامي كان خافتا والأسف الشديد بسقوط الخلافة أيضا ضعف ضعفا كبيرا جدا الشباب أقبل على المظاهر التافهة الخلابة في الحضارة الأوروبية الرقص مع الفتيات التمتيع النفسي في أيام رأس السنة التي يحتفل فيها بمصر بقوة آنذاك في أيام الأحد والعطلات يساير الأجانب في سيرهم ويحذو حذوهم في المجاهرة بالمجون والتبذل خاصة في المدن الكبيرة مثل الإسكندرية والقاهرة فسدت كثير من أوصات العمال وفسدت فطرة الفلاح السمحة البريئة وتوقيره للدين وأدابه وتقاليده وطبعا كمجتمع المصري المترف كان يصيف في أوروبا ويعود منبهرا بما رأى في أوروبا يريد أن ينقل ما رأى في أوروبا إلى بلاده وقل من يصلي ويصوم ويحج بيت الله الحرام وكلام طويل وظهرت دعاوى عجيبة فهذا كاتب يريد أن ينتوسع في تشريع المدني حتى يشمل الأحوال الشخصية لأن بعد الاحتلال نحي الكتاب والسنة وجيء بقانون إنجليزي وكان هذا من أكبر نكبات على البلاد العربية والإسلامية ومنها مصر وجعلت الأحوال الشخصية كما يقال يعني الزواج والطلاق والميراث في زاوية ضيقة هذا كاتب ينادي حتى الأحوال الشخصية نريد أن نجع تحت شريع مدني نريد أن نقطع أي صلة بالله وبالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال كذلك لا يكفي فقط أن نغيي نظاما حكومي بل نغيي نظام العائلة وطبقات الاجتماعية حتى الأسلوب الكتابي يجب تغييره كذلك يجب أن نوجد نظام لزواج مدني يعاقب فيه من يتزوج أكثر من امرأة واحدة يمنع فيه من الطلاق إلا بحكم المحكمة يجيز زواج الأفراد ولو اختلفوا دينا اسمعوا هذا كلها تحدث تحدث في تلك المدة من التغريب العجيب الذي جرى أيضا قال أحد الكتاب قال هل هل نعود مرة أخرى إلى الماضي هل نعود مرة أخرى إلى الماضي بعد أن سرنا وقطعنا أشواطا في الحضارة المادية ويعني طبعا يندد بالإسلام وبأهله أعظم التنديد وطبعا كلام طويل بعد ذلك أنا أريد أن أقول شيئا في نهاية الحلقة وهو شيء مهم ومهم جدا وخطير أولا أريد أن أقرر أن التغريب الذي جرى في مصر تدورك فيما بعد وإلا الحمد يعني مصر بعد ذلك عادت إلى مكانته الإسلامية والدينية عادت إلى حد كبير حتى لا نكون أيضا مبالغين في جانب الآخر وعاد كثير من المصريين المخدوعين إلى إسلامهم ودينهم فضل الله تعالى ومنته بعد أن ظهر من يوجههم في الصحة المصرية وينبهم إلى وجوب اتباع الإسلام والكتاب والسنة حركات إسلامية مختلفة تحركت في شارع المصري وستطاعت فعلا أن تنبه المصريين فضل الله تعالى ومنه إلى أن ظهرت الصحوة الإسلامية التي قضت على ذيول الاستغراب هل انتهى للتغريب في مصر؟ طبعا لا موجود التغريب بقوة عن طريق رموز له بقيت يعني اليوم تنافع عنه وبقوة لكن الفارق الكبير الذي تثلج به صدورنا وتفرح به نفوسنا أن التغريب اليوم يتم على استحياء بينما كان في الماضي الذي ذكرته لكم في أيام الاحتلال الأجنبي لمصر كان أولا يتكع على الإنجليز وعلى قوة الإنجليز وعلى سطوة الإنجليز وعلى تسهيلات الإنجليز وعلى المدارس التنصيرية في مصر وعلى أشياء كثيرة يتكع فيفتخر بهذا هذا أمر الأول بينما اليوم لا يفتخر بالتغريب المتغرب يقلق ويرى أنه يعمل شيئا مخالفا للكتلة الاجتماعية مخالفا لاتجاه العام في المجتمع الأمر الثاني المهم أن التغريب كان يقوم على رموز خطيرة رموز جعلت رموزا في المجتمع المصري رموز كبيرة أسماء ضخمة كانت هي التي تتولى القيام بتغريب المجتمع وهي التي تتولى القيام بنقد مثل المجتمع أما اليوم الذي يقوم بالتغريب في الجملة أشخاص ليسوا رموزا في المجتمع وإلى الحمد والمنى وإن كانوا رموزا فهي رموز مفضوحة لا قيمة لها شعبية هذه النقطة الخطيرة والفاصل المهم الرموز الأولى كان لها اتجاه شعبي كان لها مساندة شعبية كان لها أتباع يتبعونها اليوم وجدت موجود الرموز هذه يعني بعض الرموز الموجودة تدير المجتمع المصري في تغريبه لكن هذه الرموز ليس لها سند شعبي أولا رموز مفضوحة في اتجاهها ثانيا يعني أحمد وطف السيد مثلا كان كثير من الناس مخدوعا به لكن اليوم لا يخدع الناس بالرموز هذه التي جعلت رموزا في المجتمع وعليا شأنه لا يخدعون بها يعلمون يعلمون من هي وتاريخها ويعلمون أنها لا قيمة لها بينما هناك في المجتمع أنا ذاك في الوقت الاحتلال الأجنبي الإنجليزي لمصر الناس كانت مخدوعة بهؤلاء وهذا مكمن الخطر لأنهم يسيرون وراءهم سير الأعمى الذي يتعلق بقائده حتى لا يسقط في الحفرة فإذا بقائده فإذا بقائده يسقط في حفرة هائلة عظيمة اليوم الحمد لله المجتمع المصري عاد والمجتمعات الإسلامية عادت الشعوب الإسلامية والعربية بالتعبير أصح عادت إلى الإسلام بقوة وما عادت حيل التغريب تنطلي عليها وأصبحت طريق واضحا أمامها بقي أن تسلكه بقي إن شاء الله تعالى أن نصل إلى ما نريد من عز وتمكين الحلقات القادمة وهي حلقات قليلة بقيت على نهاية هذا البرنامج سأخصصها إن شاء الله تعالى للكفاح والجهاد والنضال إلى أن يسترد الشعب المصري حقوقه ويحصل الجلاء التام لبريطانيا والانقلاع عن مصر وفضل الله تعالى إلى غير رجع إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته